بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة العنعام إلا ما يطلع عليكم قير مهل السيد وانتم هرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رب ورزوانا وإذا حللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قومنا نسدوكم عن المسجد الحرام أن تأتدوا وتآبنوا على البر والتقوى ولا تعابنوا على الإسم والأدوان واتغوا الله إن الله شديد الإقاب حرمت عليكم الميتة والدم والأحم الخنزير وما أهل لقير الله به والمنخنقة والموغوزة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما زبح على النصب وأن تستقسم بالأزلام وأن تستقسم بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا فمن ازطر في مخمسة غير متجانف غير متجانف فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أهل لهم قل أحل لكم التيبات وما ألمتم من الجبارح مكلبين تألمونهن مما ألمكم الله ألمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحصاب اليوم أحل لكم التيبات وتعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتعامكم هل لهم والمحسنات وتعامكم هل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين قير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبت عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا وَإِنْ كُمْتُمْ إِلَى السَّلَاةِ فَاقْسِلُوا رُجُوَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِغِ وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ إِلَى الْكَعَبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّحَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرْنَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْقَائِتِعُ لَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَئِيدًا تَيِّبًا فَامْصَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحْرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَةً وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاغَهُ الَّذِي وَاسَغَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَآتَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا خَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالْغِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُوا قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُوا تَعَدِلُوا عَدِلُوا هُوَ أَغْرَبُوا لِلْتَّغْوَىٰ وَاتَّغُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَزِيمٌ والذين كفوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ هَمَّا قَوْمٌ أَنْ يَبْسُتُوا عَلَيْكُمْ عَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّغُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الَّمُؤْمِنُونَ ولقد أخذ الله مي صاغا بني إسرائيل وابعثنا منهم سني أشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأذرتموهم وأذرتموهم وأغرزتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سباء الصبيل فَبِمَا نَقْضِي مِيسَاقَكُمْ لَأَنَّاكُمْ وَاجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَازِئِهِ وَنَسُوا عَزًّا مِمَّا أَذُكِّرُ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى وَلَا تَتَّلِعُونَ مِنْهُمْ إِلَّا غَلِيلًا مِنْهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَحْلَى الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعَفُوْا كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَحْدِي بِاللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِزْوَانَهُ سُولَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ يَرَادَ أَنْ يُخْلِكَ الْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْزِ جَمِيئًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْزِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ والله على كل شيء قدير وقالت اليود والنصارى نحن أبناء الله وأهباؤه قل فلم يُعَذِّبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ بَلَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَغَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْزِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ يا أحلى الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنغلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم قالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهد ما ولم يتقبل من الآخر قال لأغتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأغتلك إني يخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأسبح من الخاسرين فبعس الله قرابا يبحث في العرض ليريه كيف يباري سوءة أخيه قال قال يا بيلة عجزت أن أكون مثل هذا القراب أن أكون مثل هذا القراب فأباري سوءة أخيه فأسبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من غتل نفسا بقير نفس أو فساد في العرض فكأنما غتل الناس جميئا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميئا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في العرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصعون في العرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقتلوا أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفنوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهما ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وله عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارغة فاقتعوا أيديهما جزاء بما كسبانك ألم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمي وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله قفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السمابات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مباذئه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا أولئك الذين لم يرد يرد الله أن يتهر قلوبهم أن يتهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عزيم سماعون للكذب أكالون للصحط فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرضانهم وإن تؤرضانهم فلن يزروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وإن دوم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون نبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استغفز من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي سمنا غليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآو وأنف بالعنف والعذن بالعذن والسن بالسن والجروح قساس والجروح قساس فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على سارهم بإيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة مودا وموئزة للمتقين وليحكم أحل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أحواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جوا لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أحواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ما أنزل الله إليك فإن تبلوا فأعلم أن ما يريد الله أن يسيبهم ببعض ذنوب وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفهكم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله هكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدل قوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتين بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أغسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لما أقم هبتت عمالهم فأسبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يهبونه وذلة على المؤمنين ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم من ذلك فزل الله يؤتيه من يشاء والله واصع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون السلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم القالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزبا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى السلاة اتخذوها هزبا ولعبا ظالك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أحلى الكتاب حل تنغمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكسركم فاسقون قل حل أنبئكم بشر بشر من ذلك مزمسوبة إن دالله ملعنه الله وقذب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والخنازير وأبدا التاقوت أولئك شر مكانا وأزل عن سباء السبيل وإذا جاءوكم قالوا وآمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله عالم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإسم والأدوان وأكلهم الصخت لبئس ما كانوا يعملون لولا يناه ينهى هم الربانيون والأحبار عن قولهم الإسم وأكلهم الصخت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم أبسوتتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألغينا بينهم العذابة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا أوقدوا نارا نارا للحرب أدفعها الله ويصعون في الأرض فسادا والله لا يهب المفسدين ولو أن أحلى الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدتهم وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلق ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلقت رسالا رسالته والله يأسمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أحلى الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابعون والنسارا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل ساليا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميصاغ بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وسموا صمتاب الله عليهم صمعا وسموا كثير منهم والله بسير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله من يشرك بالله فقد هرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله فالس سلاسة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتعوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفليتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبل الرسول وأمه صديقة كانا يأكلان التعامنظر كيف نبين لهم الآيات ثم منظر عنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ذرا ولا نفعا قل يا أحلى الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبوا أهواء قوم قد ذلوا من قبل وذلوا كسيرا وذلوا أنصباء السبيل وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان دابود وإيسى بن مريم ذلك بما سوى كانوا يعتدون كانوا لا يتناعون أم منكر فعلوا خبل بئس ما كانوا يفعلون فرى كسيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوا مولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدنا شد الناس عدامة للذين آمنوا اليهود والذين أشرك ولتجدنا أغربهم مودة للذين آمنوا مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورغبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما ينظل إلى الرسول ترى أعينهم تفيز من الدمء مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع وأن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بمغال جنات تجري من تحتها الأنعار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآيات أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تهرموا تيبات ما أهل الله لكم ولا تأتدوا إن الله لا يهب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله هلالا تيبا واتغوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان فكفارة وإطعام أشرت مساكين من عوسة ما تضعيمون أهليكم أو كسوة أو تخرير رغبة فمن لم يجد فسيام سلاسة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا هلفتم واحفزوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجص من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغذاء في الخمر والميسر ويسدك عن ذكر الله وعن الصلاة فألنتم منتهون وأتيء الله وأتيء الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاق المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يهب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من السيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوا بالقيب فمن اعتدى بعد ذلك فلغوا عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأنتم حرموا ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النأمان يا أيها الذين آمنوا يحكموا به زباع عدل يا أيها الذين آمنوا يحكموا به زباع عدل منكم هديا بالقى الكعبة أو كفارة تعاموا مساكين أو أدل ذلك سياما ليزوق وبال أمري فالله وبال أمري فالله عما سلف ومن آد فينتقم الله منه والله عزيز سنتقام أهل لكم سيد البحر وتعاموه متاءا لك وللسيارة وهرم عليكم سيد البر ما دمتم هورما واتغوا الله الذي ليه تحشرون جعل الله لك أبت البيت الحرام قياما للناس والشخر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السمابات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلم أن الله شديد لإقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستب الخبيث والتيب ولو أعجبك كسرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آملوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينذل القرآن تبدلكم قد سألها قوما من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكسرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما انظل الله وإلى الرسول قالوا هسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يذركم من ذل إذا احتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا زر أحدكم الموت هنا الوسية إثنان زب عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم زربتم في الأرض إن أنتم زربتم في الأرض فأسابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري لا نشتري به صمنا ولو كان ذاق القربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآسمين فإن أسر على أنهم استحقا إسما فآخران يقومان مغامهما من الذين استحق عليهم العوليان فيقسمان بالله فإلى شهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ولك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخاف وأن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمعوا الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام القيوب إذ قال الله يا إيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ عيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكحلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلغ من التين كهيئة التير بإذن فتنفخ فيها فتكون تيرا بإذن وتبرئ الأكمة والأبرس بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن وإذ كففت بني إسرائيل وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سهر مبين وإذا أهيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا إيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينظل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منا ونتم وتتم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال إيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أؤذبه عذابا لا أؤذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا إيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لينقول ما ليس لي بعق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن كانت علام القيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تؤذبهم فإنهم إبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رزي الله أنهم ورزوانه ذلك الفوز العزيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم ملك السماوات والأرض وما فيهن شكرا